موسيقى قرار اسرائيلي بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة وتحركات فلسطينية وعربية يقابلها نفي اسرائيلي المحكمة الاسرائيلية العليا تسمح للكاتب على إحليحل بالسفر إلى بيروت والسلطات اللبنانية تمنعه من الدخول طابع مساءكم نتناول في هذه الحلقة موضوعين اساسيين الاول القرار العسكري الاسرائيلي بطرد فلسطينيين من الضفة الغربية والكتس بحجة التواجد غير القانوني والموضوع الثاني هو قرار المحكمة العليا بالسماح للكاتب علاء إحليحل ابن قرية الجيش الجليلية بالسفر إلى لبنان رغم معارضة رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الداخلية معنا في هذه الحلقة ضيفينا الحقوقي جواد بولوس مدير الوحدة القانونية في نادر الأسير الفلسطيني والباحث يوحنان تسوريف من معهد الكتس للأبحاث أولا نشاهد التقرير ثم نبدأ الحوار هكذا يصبح الفلسطيني على أرضه حسب تعريفات إسرائيل الجديدة متسللا ويعرف قادي شامني قائد قوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المتسللة بالشخص الذي دخل المنطقة بصورة غير قانونية بعد تاريخ محدد أو الشخص المتواجد في المنطقة لكنه لا يحمل تصريحا صادرا بطريقة قانونية هذه هي لعبة المصطلحات الإسرائيلية والتي جاءت ضمن لعبة عسكرية كبيرة أسمتها القرار الخاص بمنع التسلل والتي تمهد فيها لطرد حوالي سبعين ألف فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتلة بحجة الوجود غير القانوني وكانت صحيفة هارتس كشفت النقاب عن هذا القرار وذكرت بأنه سوف يخرج إلى حيز التنفيذ خلال الأسبوع الحالي تقوم به الأجهزة العسكرية بطرد المقيمين في الضفة الغربية بدون تصريح أو محاكمتهم بتهم جنائية ويرجح المحللون أن من بين الفئات التي يتوقع أن تتضرر بصفة خاصة نتيجة هذا القرار العسكري هي فئة الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى الضفة الغربية بمقتضى قوانين لم شمل العائلات التي أوقفت إسرائيل العمل بها منذ عدة سنوات إن النقاش الدائرة لا يتمحور حول سبب القرار أو تداعياته إذا ما نفذ فحسب بل حول جديته وصحته أصلاً ففي حين بادرت السلطة الفلسطينية إلى إجراء اتصالات عربية ودولية فورية واعتبرت القرار المذكور بمثابة تطهير عرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأنه يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جينيف الرابعة واتفاقيات أوسلو والالتزامات الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تأتي وزارة الأمن الإسرائيلية لتبلغ السلطة الفلسطينية بأن الأنباء التي تحدثت عن صدور مثل هذا القرار غير صحيحة ويناقض هذا النفي نص القرار الخطي الذي وصلنا بتوقيع قائد قوات الجيش في الضفة جادي شامني من بين ردود الفعل العربية على هذا القرار برزت خطوة احتجاجية قامت بها الأردن باستدعاء السفير الإسرائيلي لديها وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تندد فيها بالقرار الإسرائيلي وتقول إنه اختراق صارخ للأعراف والشرائع الدولية شاهدنا في التكوير تداعيات هذا القرار جواد بولوس السؤال الذي يطرح لأول وهلة هل يعني بموجب القانون الدولي من حق إسرائيل أن تخطو مثل هذه الخطوة لا بالطبع لا يعني نحن كنا قد تحدثنا حول موضوع التهجير والتسفير وما إلى ذلك القانون الدولي وتحديدا اتفاقية جينيفا الرابعة تمنع أي قوة محتلة بتسفير أو نقل أو تهجير أي من الرعاية الذين وقعوا تحت الاحتلال والمنع جاء بنص واضح وجاء بصيغة المفرد وبصيغة الجمع وبالتالي إسرائيل بكل عمليات الطرد التي مارستها والتي عمليا ستشرع حديثا بناء على هذا التحديث بممارستها مرة أخرى هي تنافي المقبول في القانون الدولي والشرائع الدولي يحنان يعني إسرائيل تتصرف كأنها خارج نطاق القانون الدولي شوف يعني أنا شوية مستغب من هذه الحملة الإعلامية التي موجودة في كل أجهزات الإعلام العربية خلال الأسبوع الماضي ما أدعي للإستغراب يعني هناك الحديث عن حوالي 80 ألف فلسطينيين سيتم تهجيرهم شوف أنا لست ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي ولست مسؤول غسمي ولكن تتبنى لحظة لحظة أنا قاعد هنا كباحث علمي الذي مهتم جدا في الموضوع الفلسطيني ويهمه جدا على قرار بين الإسرائي والفلسطينيين ومن خلال متابعة لهذا الموضوع أنا قادر أقول أنه هذا القرار الذي اتخذ خلال النصف السنة الماضية من جانب قادي الشامني الذي هو قائد المنطقة الوسطى السابق وليس هو قائد الحالي كان قرار الذي يعطي للفلسطينيين فرصة التي لم تكن لهم قبل هو لا يغير شيء بمقارنة لأشياء إذن لماذا كان يجب إصدار إذا لا يغير شيء المشرع عندما يقوم بخطوة تشريع قرار قائد عسكري هو بمثابة تشريع والمشرع لا يشتغل هباء ولا يشتغل بون فائدة إن كان لا شأن لهذا القرار ولا شيء جديد يأتي به إذن لماذا كان على المشرع أن يشرع هذا القرار لأن هناك شيء جديد وهو يعطي فرصة التي لم تكن قبل للمواطن الفلسطيني الذي مقيم في الضفة الغربية أو موجود في الضفة الغربية أن يقدم شكوى في حالة طلب منه أن يرجع لغزة أو لمنطقة أخرى لكن كل هذا الإجراء يتماقت أصلا هذا معناته أنه هذا الحق كان موجود في يد إسرائيل قبل هذا لا يعتبر كأشي جديد هو لا يثي الوضع الفلسطيني ولكن أنا جواد بدي أقول لك نقطة خليني بس أقول لك نقطة أنا حسب غاية هذه الحملة الإعلامية ليس لها أي علاقة مع القرار إحنا موجودين اليوم لا 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 لحظة بس خليني بعدين قلني إذا أنت وافق معي سيد يوحنان ما تقوله وما قاله كل من صرح بإسم الدولة والجيش عن هذا القرار وأنت وإن قلت أنك باحثا عمليا رددت ما قالوه ولكن أنا أجيب أولا حق الاعتراض لكل من هدد في الإبعاد سواء في داخل المناطق المحتلة من وإلى منطقة أو إلى خارج المناطق المحتلة كان واردا بواقع عشرات القضايا والالتماسات التي قدمت في الماضي إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية فالحق نموجود ولا شيء جديد أضافه هذا القرار واحد لا يمكن إلا أن ترى هذا الأمر إلا على خلفية ما يجري في الأراضي المحتلة الركود في العملية السلمية الاستمرار في الاستيطان التمزق وعدم التواصل الجغرافي القائم بين غزة والضفة هو يكرس من خلال هذا الأمر مخاطر هذا الأمر ليس فقط على ما سيكون على الحقوق الفردية للفلسطينيين مخاطر هذا الأمر أولا أنه يكرس حالة الانقسام الجغرافي ويكرس حالة الدولتين بين غزة والضفة ثانيا المخاءنة برأيي هذا الأمر هو بمثابة إعلان رسمي لموت نهائي لاتفاقيات أسل وتبعياتها لأنه يعيد إسرائيل مرة أخرى كدولة محتلة تمارس السلطات بشكل جمعي وفردي ضد المناطق وضد المواطنين الذين يسكنون في هذا المناطق وثالثا هو لا يجدد إنما يخلق أداة جديدة اسمها لجنة الاعتراضات العسكرية التي من شأنها أن تفحص اعتراض أي من المهددين بالتهجير وتقر به من تجربتي أنا برأيي لن يكون ذلك مجرد تحسين لوضع الفلسطينيين البارحة فقط بدأت هذه اللجنة بالعمل واستمعت إلى قضية ثمانية معتقلين أنهوا مدد اعتقالهم ومن شأن هذه اللجنة أن تسمع هذه الاعتراضات أنا أقول أن قرارات اللجنة العسكرية المشخصة بقوضات عسكريين والمعتمدة على بينات الجيش والمخابرات لن تأتي إلا بالضرر على كل من يهدد بالإبعاد المشخصة بقوضات عسكريين